يوما بعد آخر تتسع الهوة بين اليمنيين وبين دولتهم فمنذ الحرب والانقلاب وانهيار الدولة بات محتما على اليمنيين أن يعيشوا عصرا خارج سياق الدولة وخارج منظومتها الخدمية غير أن واقع الحالي يقول أن هذا وحده لا يكفي فما يحدث في أرويقة السياسة يمضي بمعزل عن يوميات المواطن وحياته الاجتماعية ويزيد من أوجاع اليمنيين ويفاقم مأساتهم ولا يبدو أن الوضع الاجتماعي حاضر في اهتمام المشتغلين بالحقل السياسي والذين ألهتهم السلطة باعتبارها غنيمة للتقاسم عن حياة المعدمين لا رواتب هنا ولا تطبيب ولا أمن غذائي ناهيك عن موجة لأوبئة قاتلة وكوارث يفاقمها الانقلاب كل يوم لكنها لا تدخل في حسابات رعاة المسار السياسي في اليمن الذين يغطون الطرف عن الحالة الاجتماعية وما تشهده من أوجاع مؤلمة لا الحرب انتهت ولا وعود التسويات السياسية أثمرت التي هي الأخرى تشك على التهام ما تبقى من تسويات المجتمع اليمني التي تعطلت ولم يعد يكترث أحد للواقع الاجتماعي الذي يسير باتجاه الدمار لم يعد الخطاب السياسي أو البيانات تعني شيئا لمواطن يعيش ذعرا يوميا وهو يبحث عن قوته وقوت أطفاله ويكافح من أجل البقاء فيما تعيش الهيئات المدنية والمنظمات التي احترفت العمل الحقوقي بمعزل عن الوضع الإنساني بل أن كثيرا منها صار يعتاش عليها لم تكن اليمن بخير منذ عهد المخلوع صالح لكن ما قام به الانقلابيون كان له تأثيره وثمنه الفادح فلم تترك حرب الانقلابيين فرصة حياة كريمة للمواطن الذي أصبح في دائرة التهديد يقف اليمني وحيدا في معركته يناظل للبقاء حيا في بلد أصبح خيمة عزاء كبيرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة